تنزف الذكرة العراقية من جديد بانهيار موجع هذه المرة مسرح ماجستيك التوراثي في شارع الرشيد تتكسر منه ذكريات زيارة كوكب الشرق وغنائها فيه تثير المشاهد انتقاداً واسعاً في الشارع العراقي لما وصفوه بضعف إجراءات الحماية للمباني القديمة لسيما تلك التي عاصرت ما قبل تأسيس الدولة العراقية بدايات القرن الماضي وأشهر ما شاهده المسرح حضور كوكب الشرق أم كلثوم عام 1932 على مدى شار مع فرقتها الموسيقية التي كان على رأسها الفنان محمد القصبجي حيث اكتذت بغداد القديمة بالمستمعين والمشاهدين متفاعلنا كتبوا بحزن عن ذكريات المكان تعليقاً على صور أظهر التداعي المباني وانهيار أزائم منه بعد أن صمد لنحو 11 عقداً دون صيانة وعلى الرغم من تعهدات مسؤولي أمانة بغداد خلال الحكومات المتعاقبة بعد 2003 بخطة تطوير ما يزال شارع الرشيد يتداعى مع سمرار إشغال بناياته وأزقة الضيقة بالبضائع الثقيلة بعد أن تحول إلى مركز تجاري مكتب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر